بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته من أهم المعاني التي ينبغي للمؤمنين والمؤمنات أن يلتفتوا إلى هذا المعنى هو أن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ناظر لأعمالنا الإمام ناظر إلينا والقرآن الكريم أكد على هذا المعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون إذا تراجعون الكتب الروائية الحديثية للشيعة مثل تفسير القمي تفسير القمي الكافي بحار الأنوار أمثال هذه الكتب الشريفة تذكر روايات عن الأئمة عليهم السلام أن المراد من المؤمنون في هذه الآية وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون المؤمنون هم الأئمة صلوات الله عليهم أجمع الله ناظر لأعمالنا رسول الله ناظر لأعمالنا ولأئمة ناظرون لأعمالنا فإذا المؤمن والمؤمنة استشعر هذا المعنى يخليها المعنى يعيش في قلبه في كيانه في وجدانه أن إمامه ناظر إليه هل مقدار هذا؟ كافي بعد إذا الإنسان اعتقد بهذا المعنى الشيع المؤمن أن الإمام المهدي ينظر إليه يحاول بعد الإنسان لا يعمل شيء إلا وأن يكون ذلك الشيء يسر الإمام والأمور التي نعم يحزن منها الإمام الإمام لا يرضى على هذه الأمور يتركها يتركها هذا المعنى كافي لأن نبني نعم شخصيتنا أن الإمام ناظر الإمام يتألم إذا كان صدر مني نعم شيء مو صحيح اليوم مليارات البشر يسكنون على الكرة الأرضية الإمام المهدي كل هم كل هاي المليارات يدخل تقريبا يدخلون الهم على قلب الإمام إلا ثل قليلة من الشيعة الإمام صلوات الله عنه لا يتوقع من غير الشيعة لكن مني ومنك شلون يتوقع أو لا لا يكون لما تعرض أعمالنا على الإمام المهدي صلوات الله أو ينظر إلى أعمالنا نعم يرى في أعمالنا أشياء نعم تحزنه روحي له الفداء نقول نعيش هذا المعنى أن إمامنا أن إمامنا ناظر إلينا في كل لحظاتنا وآناتنا نعيش هذا المعنى حتى في الأمور اللي تخصني أنا مثل الجهاز النقال هذا الجهاز اللي خاص بي وممكن أذهب ماذا أنظر فيه ماذا أعمل فيه هذا الجهاز لا يكون أنه يكون سبب لحزن الإمام صلوات الله عليه لا يكون سبب للمعاصي يكون أدير بالي دائما في النظر في الكلام في السماع في بر الوالدين في الأخلاق في العبادات في صلاة الصبح في كل الأمور إمام ناظر إلي وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون هذا المعنى إذن عيش إخواني يكفي في بناء شخصيتنا في السير إلى القرب إلى قرب الله تبارك وتعالى موسى بن سيار الرواية عدة علماء نناقليها أن موسى بن سيار كان مع الإمام الرضا عليه السلام مضمون الرواية أن قلها يقول أشرفنا على حيطان طوس وإذا بواعية يعني تشيع جنازة شفت الإمام الرضا نزل من فرسه ذهب وأخذ يلوذ بالجنازة ثم لما وضع الميت على شفير قبره أفرج الناس وجاء ووضع الإمام الرضا يده على صدر الميت وقال يا فلان ابن فلان لا خوف عليك بعد هذه الساعة يقول أنا سألت الإمام الرضا سألت الإمام الرضا قلت له يا ابن رسول الله أتعرف الرجل سمى الإمام باسمه واسم أبوه قلت له تعرف الرجل فإنها أرض لم تطأها قبل يومك هذا أول مرة في حياتك تدخل إلى هذه المدينة من تعرف هذا الرجل قال لي إمامنا الرضا عليه السلام يا موسى بن سيار أما علمت أن معاشر الأئمة تعرض علينا أعمال شيعتنا صباحا ومساءا شلون ما أعرفه إمام معصوم ناظر للأعمال اليوم الإمام المهدي كذلك إنا معاشر الأئمة تعرض علينا أعمال شيعتنا صباحا ومساءا بالله عليك دقق تعبير الإمام الرضا واليوم الإمام المهدي نفس الشيء كل إمام في زمانه فإذا رأينا شيئا من التقصير سألنا الله الصفحة عن ذلك الإمام يستغفر لي شيعته أنا أذنب وصاحب الزمان يستغفر لي أنا أذنب والإمام الرضا إذا رأينا شيئا من التقصير سألنا الله الصفحة عن ذلك وإذا رأينا شيئا من العلوم من الأعمال الحسنة مضمون الرواية شكرنا الله على ذلك بالله عليك دقق شوف الإمام كيف كم يحب شيعته بحيث يستغفر لهم فهو يكون إحنا ندقق في أمورنا لألا نعم نحزن الإمام صلوات الله عليه لألا ندخل الهم على قلب الإمام الإمام هو حزين ليكون إحنا نزيد هم على همومه ونزيده غما على همومه وعلى همومه صلوات الله عليه الإمام هو حزين بالعكس دائما نكون نفرح الإمام بأعمالنا دائما نكون نحاول أنه نفرح الإمام صلوات الله وسلامه عليه فهذا الأمر لنبغي للمؤمنين والمؤمنات أن يدققوا في أعمالهم وفي كلماتهم وفي ما يستمعون إليه وفي ما ينظرون إليه وفي ما يقولونه إمامكم ناظر لأعمالكم صلوات الله وسلامه عليه وبالعكس خلي لك عمل ولو عمل بسيط مثلا أنا خادمكم شنو أسوي بعد كل صلاة واجبة يومي خمس صلوات واجبة نصلي بعد كل صلاة واجبة أقرأ إضافة إلى التعقيبات اللي موجودة تسبحات الصديقة الطاهرة صلوات الله عليها كل التعقيبات دعاء لتعجيل الفرج أقرأ ثلاث مرات قل هو الله أحد اللي الرواية الشريفة تقول ثلاث مرات سورة التوحيد ختمة قرآن ثلاث مرات تقول والله أعد أقراها فقط شنو نيتي إنها ثوابها لتعجيل فرج الإمام وإدخال السرور على قلبه كل شي ما أريد أريد لما تعرض الأعمال والإمام نظر إلى هذا العمل مني ولو لحظة واحدة ولو آن واحد أنا أدخل السرور على قلب صاحب الزمان تدري هذا العمل جد إلى عظمة إذا أنا العبد الفقير الذليل الحقير المذنب أدخل السرور على قلبي قطب عالم الإمكان حجة على قلب حجة الله على العالمين وهو صاحب الزمان تشكد هذا توفيق؟ إذا أنا فرحت قلبي لإمام المعصومين كلهم فرحوا لأربعة عشر الأنبياء كلهم فرحوا هو مهم ولا تختار عمل كبير لأن إذا اختارت عمل كبير ممكن ما تلحق طبعا إذا كان العمل كل ما يكون أفضل ثواب أكثر لكن حاول أن تجعل عمل يومي ولو مثلا حديث الكساء يوميا سورة من سور القرآن يوميا أنا شخصيا هذا اللي أسوي ثلاث مرات قل هو الله أحد بعد كل صلاة واجبة أهديها للإمام ثوابها لتعجيل الفرج وإدخال السرور على قلبه أريد الإمام يفرح بهذا العمل فأنت أيضا يا مؤمن وأنت يا مؤمنة تقيدوا بهذا العمل وشوفوا البركات الموجودة اختار فرد عمل يوميا حاول أن هذا لا تنساه تدخل السرور على قلب صاحب الزمان ودائما أشعر نفسك بأنك بأن الإمام ناظر لأعمالنا أسأل الله يوفقنا لإدخال السرور على قلبه الشريف بأعمالنا إن شاء الله وإن يعجل فرجه الشريف وإن ينور أعيننا بالنظر إليه وصلى الله على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد